منذ أكثر من قرن والنساء في العالم يحتفلن باليوم العالمي لهم في السامن من آزار هذا اليوم هو نتيجة سمرة كدح ونضالات ومقاومات المرأة في كل أسقاع العالم النساء اللواتي خرجنا إلى الساحات والميادين مطالبنا بالحرية والعدالة والمساواة وتحقيق العيش الأفضل وتحقيق التغيير في كافة المجتمعات والابتعاد عن الصورة النمطية المرسومة في زهنية المجتمع تجاه المرأة بدءا من كلارا زيتكن حتى روزا لوكسنبرغ وحتى شهدات الحرية في سوريا وفي شمال وشرق سوريا نتوجه بالتحية والتهنئة إلى كافة النساء المناضلات المقاومات اللواتي لم يرضخنا للزل وللعنف وقاومنا ولا يزلنا يقاومنا ويحولنا كل يوم الكفاح والنضال إلى طراز حياتهن اليومية وليكون كل يوم من أيام السنة هو السامن من آزار نتوجه بالتحية إلى كافة نساء العالم وعلى رأسهن المرأة السورية كما نود أن نصل صوتنا إلى نساء السوريات السياسيات أن يرسنا صفوفهن أكثر هناك وطن ضائع الهوية يعيش أزمة خانقة وعلينا نحن كنساء سوريات أن نناضل ونرس صفوفنا بشكل أكبر من أجل خلاص سوريا من هذا النفق المظلم الذي تعاني منه علينا أن نعمل من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي في سوريا وأن نسعى من أجل إحلال السلام في سوريا بالكامل تحية لكل إمرأة مناضلة لكل إمرأة سورية تحية لكل إمرأة تقول لا لشتى أشكال العنف والاستغلال والاغتصاب والقتل على الهوية تحية لكل إمرأة سورية تسعى إلى بناء سوريا الديمقراطية تعددية لمركزية ترجمة نانسي قنقر